السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سباق الأمم تقبل الله الصيام والقيام صالح الأعمال اليوم نتحدث حول موضوع أهام جدا تتسابق حوله الأمم اسمه الطباعة ثلاثية الأبعاد والذي من المتوقع أن يحدث ثورة في الإنتاج طبعا الطباعة ثلاثية الأبعاد أو ما يعرف بالتصنيع الإضافي تمثل ثورة حقيقية في عالم الإنتاج والتصنيع حيث تتيح تحويل التصاميم الرقمية من الكمبيوتر مثلا التصميم إلى منتجات مادية ثلاثية الأبعاد بطريقة مبتكرة وفعالة طبعا هذه التقنية مع الوقت تتطور حتى أصبحت الآن تشمل تطبيقات واسعة مثلا في الطب في الهندسة في الفن وحتى في البناء الآن في بعض المباني تبنى عن طريق الطباعة تطبع ثم يعني هناك البيت المطبوع أو البناء المطبوع تخيل أنك تستطيع رسم شيء على الكمبيوتر ونفرض مثلا يمكن أن تعمل على رسم هذا في الكمبيوتر ثم تطبعه في الطباعة ثلاثية الأبعاد الفكرة لو كانت لديك فكرة يمكن أن تستخدم بعض البرامج يمكن أن تقوم برسم سيارة مثلا أو ديناصور حتى ثم تحول هذا الرسم إلى شيء حقيقي الطباعة ثلاثية الأبعاد تجعل هذا ممكنا هي تأخذ طبعا هذه الرسومات من الكمبيوتر بطريقة ثلاثية الأبعاد وتعمل على بنائها طبقة 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 تلو الأخرى حتى يصبح شيئا ملموسا يمكن استخدامها يصنع طبعا أشياء كثيرة حتى ألعاب قطع الغيار للآلات حتى الأطراف الطبية الأطراف التي تستخدم في صناع أطراف صناعية للناس في مجال الطب طبعا من أجمل وأغرب المشاريع العالمية في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد مثلا بناء منزل بيت يطبع وكذلك بناء المباني باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد طبعا يمكن أن تسرع من عملية البناء وتقلل حتى من التكاليف كذلك إنتاج العضاء البشرية الأنسجة الحية للمساعدة في الطب والعلاجات الطبية وهو ما يعاد ثورة حقيقة في مجال الطب والعلوم الحياتية ولا ننسى طبعا أن استخدام هذه التقنية تستخدم حتى في صناعة الأزياء والمجوهرات الفريدة كذلك في الفن والتصميم حتى يمكن إنتاج تصاميم معقدة وغير تقليدية بطريقة إبداعية وعالية الجودة عن طريق الطباعة الثلاثية الأبعاد طبعا كما ذكرت قبل قليل في موضوع الطب تستخدم في الأطراف لاستبدالها في الصممات القلبية كذلك في الهندسة في الهندسة تستخدم لإنتاج قطع غيار معقدة وبتكاليف أقل وأوزان أخف وخاصة في صناعة الطيارات والسيارات طبعا هذا يتيح إنتاج تصميمات مبتكرة لم تكن ممكنة مع طرق التصنيع التقليدية لأن طرق التصنيع التقليدية تتطلب إنتاج كميات هائلة وكبيرة من المنتج نفسه فقد يكون هناك خطأ في المنتج قد تكون هناك الفكرة غير مقبولة قد يكون الشخص المصنع يريد أن يختبر فكرته فيمكن أن يستخدم هذه الطباعة الثلاثية الأبعاد حتى يطرح المنتج إلى السوق ويأخذ الفيدباك الآراء حول هذا المنتج أيضا كما ذكرت قبل قليل في البناء يمكن أن يقدم حلول سريعة لموضوع الإسكان البيت يمكن يأخذ ست أشهر لبناءه بطريقة تقليدية يمكن أن يطبع خلال أسبوع مثلا أو حتى في يوم أنا في فيديو رأيته في يوم واحد تم بناء وإنشاء بيت كامل باستخدام مواد حتى صديقة للبيئة في الفن والتصميم طبعا تتيح الطباعة الثلاثية الأبعاد أمام المبتكرين والفنانين والمصممين حتى يجسدون أفكارهم المعقدة في أشكال مادية بدقة وتفاصيل مذهلة طبعا مما يدفع حدود الإبداع إلى آفاق جديدة طبعا من المبادرات الجميلة لدينا مركز الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية يعد من المراكز حقيقة رائدة في مجال البحوث العلمية والتقنية بما في ذلك موضوع الأبحاث الخاصة بالطباعة الثلاثية الأبعاد يضم طبعا المركز مختبرات متقدمة لعمل أبحاث في مختلف مجالات الطباعة الثلاثية الأبعاد مثل طباعة المعادن طباعة قطع معدنية باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد أيضا طباعة المواد الحيوية طباعة أعضاء إصطناعية باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد أيضا في مواد نانوية طباعة مواد نانونية باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في الإمارات مكتبة محمد بن راشد للطباعة الثلاثية الأبعاد تعتبر أول مكتبة من نوعها في العالم تركز على الطباعة الثلاثية الأبعاد تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم المبدعين والمخترعين أيضاً حقيقة من الأمور الماتعة للزيارة والنظر يوجد هناك أول مكتب تجاري في العالم مطبوع بالكامل بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في دبي طبعا مما يعكس طموح الإمارات أن تصبح مركزا عالميا للطباعة الثلاثية الأبعاد بحلول 2030 أيضا واحدة من الشركات شركة إعمار في الإمارات لديها بعض المبادرات في موضوع طباعة المباني طباعة حتى الجسور كذلك طباعة المنحوتات من المبادرات حقيقة جميلة في المملكة العربية السعودية في مشاريع البناء بالطباعة الثلاثية الأبعاد يعني تعمل المملكة العربية على استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد في مشاريع الإسكان لتسريع عملية البناء وتقليل التكلفة كجزء من رؤية المملكة 2030 ضمن التحديات لاستخدام هذه التقنية لطباعة ثلاثية الأبعاد موضوع التمويل كما هو الحال مع بقية التقنيات هناك تكلفة عالية ومرتفعة مما يعيب تقدم بعض الدول في هذا المجال أيضا نقص الكوادر البشرية المؤهلة التي يمكن أن تستخدم هذه الطابعات وتعمل على صيانة هذه الطابعات طبعا لها أشكال وأنواع وأسعار متنوعة ومختلفة أيضا ضمن التحديات حقيقة البنية التحتية افتقارنا إلى البنية التحتية تعاني بعض الدول من نقص في البنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد طبعا نحن نعمل في القرية العلمية في مختبر كامل حول موضوع التصنيع الابتكاري لدينا مجموعة من الطابعات ثلاثية الأبعاد تعمل على تحويل الفكرة إلى شيء منتج يمكن أن يلمسه الشخص ويتفاعل معه وهذا أمر رائع وجميل أنك تحول فكرتك إلى منتج ملموس فحقيقة هي دعوة لمن يزور القرية العلمية يذهب ويرى هذه المختبرات ويطلع على الإمكانيات التي تقدمها القرية العلمية وحقيقة مستقبل الطباعة الثلاثية الأبعاد يبدو رائعا ومع استمرار طبعا التطوير في تقنيات الطباعة وتوسيع نطاق تطبيقاتها يتوقع أن تلعب دورا محوريا في الثورة الصناعية الرابعة ستدخل أحد المحاور الهامة في الثورة الصناعية الرابعة هي الطباعة الثلاثية الأبعاد طبعا التكاملية التي ستحدث مستقبلا بين الذكاء الصناعي وبين إنترنت الأشياء الآي أو تي مع طباعة الثلاثية الأبعاد سنحصل على إنتاج متقدم يتسم بالمرونة والاستدامة والتخصيص الشخصي مما يشكل ثورة حقيقية في عالم الإنتاج والتصنيع نراكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة